لأسأل عمر أنت اليوم كأبن شهيد وأيضا كمواطن لقيت هالسهولة أو درت تفوت بهالأسباب والموجبات وتقتنع فيها الكلام اللي قالت والمحكمة الدولية أنا عندي ثقة كتير يعني لأيتها بسيطة لك لأيتها بسيطة رغم أنه بسطوا هالأيتها بسيطة عم بيقول النقيب أنه فيها صعوبة الاستيعاب ولكن الناس أول شيء فتكرتها بسيطة أنه هذا القرار خذوا فيه يعني هذا الظاهر لا 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 بصراحة نحن في لبنان بلد مجتمع مسياسة يعني كيف استعبتوا أنا شفت الناس بروفشنل عم بيشتغلوا على أساس الأنون بدي أذكر شغلي بفتكر هلأ الموضيفة ميشيل تويني ذكرت شغلي يلي أنا ما بعرفها شخصيا وكان يعني ياريت لو كان فيه أحكي معه معك خبر أنه ست سنين صلنا تقريبا لا صلنا سبعة سنين تقريبا ست سنين من أخذتهم للقضاء اللبناني ست سنين تحدى يتحقق معي بقصة اختيال الوالد بفتكر إذا مني غلطان إذا مني غلطان ما حدا بعد متحقق مع أمي ويمكن بعد هيدا الحلقة لأنه هني تحققوا معي من وراء كلام كنا على صوت على الراديو ذكرت شغلي واتصلوا فينا أنه أوكي بدنا نتحقق معه ما استدعوك للتحقيق ما حدا أنا لما بعد اختيال للشهادة يعني بعد الاختيال بعد الاختيال تكلمت مع كم شخص من القوات الأمنية أنا كنت عايش بأمريكا بوقته رجعت على أمريكا يجعني تليفون من مكتب الـ FBI بمانطة اللي كنت ساكن فيه تحققوا معي أخدوا كم معلومة ومن وقتها ما عدت سمعت شي وعلى علمي أمي كمان نفس الشي خيي ساكن هلا بأمريكا ما بعرف كمان إذا توصلوا معه إذا توصلوا معه النقطة اللي عم أولى السيدة تويني عم بتقول أنه كان في ورقة واحدة بقصة اختياله لجبران للشهيد جبران تويني يمكن بملفنا في ورقتين تلاتة أنا مش شايف الملف تقول تماما بس إذا أخذتهم هالأدواء التحديد فأنا أكيد كلنا منتمنى أنه يكون في تحقيق لبناني وكلنا منحب الفكرة أنه لبنان يكون بلد قادر يوقف على إجراء بس الفعل لبنان ما في جمهورية لبنانية بالفعل لبنان بلد عصابات لبنان بلد أحزاب لبنان بلد من أيام العثمانيين ورجع لورا لبنان بلد زعمة ولبسونا مثل قناع أنه نحن صرنا جمهورية وطواقف بس بالفعل بعدنا لما تنزل لتحت بعدنا مثل ما عايشين الإقتعيين من ستمائة سنة فأكيد نتمنى يكون لدينا مؤسسات قضائية مضبوطة بس عدم وجودة عدم وجودة مش غلط أن نطالب بمحكمة إذا مش دولية أجنب شيء مؤسسة منقدر نوسع في الأمم المتحدة هي أكثر مؤسسة منقدر نوسع في عمر وصة الفكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر